والأخبار السعيدة والأخبار الجميلة اللي بتهمنا في النادي الأهلي نهاردة كان فيه وفد من نادي العين الإماراتي كان بيزور النادي الأهلي في مقر الرئيسي في الجزيرة زهر اليوم السلساء الوفد كان من خلال حمد بن خيرات العمري للعضو المنتدب وعلي سعيد الكعبي المعلق الرياضي الشهير والمستشار الإعلامي لنادي العين وراشد عبدالله علي المدير التنفيذي لشركة العين للاستثمار وأحمد علي الكعبي مدير مكتب شؤون الجماهير ومرعي الزخبي مدير المرافق دامكم هاي صور خاصة من زيارة وفد نادي العين الإماراتي في مقر نادي الأهلي بالجزيرة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي لنادي الأهلي الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي نهاردة كان في استيبال الوفد الاماراتي الشقيق العميد محمد مرجان واللي استحب الوفد في جولة تفاقدية شملت دولاب البطلات وقاعد مجلس الإدارة زي ما قدام كهوف الصور والمبنى الاجتماعي والجم الخاص بالأعضاء والفرق الرياضية ومبنى الاسكواش وحمام السباحة وملعب مختار الكتش وغرف أيضا لعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حيث التقى الوفد الاماراتي الشقيق مع الكابتن سيد عبدالحفيز مدير القرة وأكد وفد نادي العين أن زيارته للنادي الأهلي جاءت من أجل تبادل الخبرات الرياضية والاجتماعية والاطلاع على تجربته الغنية والسرية فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالتقدم لعدوية النادي من منطلق ريادة الأهلي في كافة المجالات عايز أقول لكم في نهاية الزيارة حرس العميد محمد مرجان على إهداء مسؤول العين الأماراتي درء وعالم النادي تقديرا للعلاقات الوسيقة التي تربط الأهلي بالنادي العربي الشقيق مؤكدا على أن الأهلي لا يمكن أن يتأخر على الأشقاء العرب ويحرص دائما على تقديم خبراته وتجاربه الرياضية والاجتماعية للاستفادة منها في إطار من التعاون والتآخي بين الأهلي وجميع الأندية العربية شدد وفد نادي العين أن عراقة وقيمة الأهلي التي جعلتهم لا يترددون في الحضور من أجل الاستفادة من خبراته على كافة المستويات خاصة في الجانب المجتمعي موجهين الدعوة لمسؤول الأهلي لزيارة مدينة ونادي العين في أقرب وقت عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا يمكن خلال مشاركة النادي الأهلي في كاس السوبر المصري في فتراتها سابقة على أستاذها الزعب انزايد في مدينة العين يمكن أن أعنا لمست ده بقى على المستوى الشخصي يعني حجم تأدير مسؤولي نادي العين للنادي الأهلي كبير جدا نادي العين من الأندية الكبيرة جدا في الإمارات يعني نادي العين من الأندية المحببة بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيري نادي الأهلي ونادي العين كشركة كرة قدم أو كنادي أو كمسؤولي أو كملعب حجم العلاقات الواطئة ما بين مسؤولي نادي العين مع الناديeron أهلي لا تتخيلواها وحجم تأدير الطرفين شيء مميز جدا وانما الناديeron أهلي بيتواجد في الإمارات أو مباراة في مدينة العين أو في استاد هزاع بن زايد هش عايز أقول لكم يعني هذه اللقاءات وهذه المباريات بتكون فرصة طيبة جدا لالتقاء المسؤولين في قاعات اجتماعات أو حتى جلسات تودية شيء غير طبيعي وجود نادي الأهلي في الإمارات أو وجون نادي العين النهاردة في النادي الأهلي ده شيء بيسعدنا ودايما النادي العين موفق يا رب في بطولة دور المحترفين في الإمارات وفي بطولة أسيا خلال الفترة القادمة بنقدر هذا النادي بشكل كبير جدا وكل التوفيق يا رب النادي العين في الفترة القادمة ويكون هناك كمان توفق خلال الفترة القادمة يكون فيه تبادل خبرات وشغل اجتماع ورياضي في الفترة القادمة